النمسا تدعو لتسوية سلمية في أوكرانيا والشرق الأوسط خلال احتفالات يوم أوروبا أخيرا النمسا تريد أو دولة أوروبية تريد تسوية سلمية وإن كان قلنا من زمان أوي أن الحرب دي كانت أوروبا أصلا لا ناقة ولا جمل لها فيها هذا صوت السلاح سينخفض من الطبيعي أن صوت العقلانية سيرتفع وبصراحة خلال يعني أنا أعتقد بمدة أقصاها يعني سنتين إلى ثلاث سنوات سنشاهد الرئيس لديموير بوتين إذا ظل لسا تعايش طبعا هذا الإرهابي والمجرم سنجده موجود في العديد من قصور الرئاسية الأوروبية فبالتالي هذه الحرب لا أعتقد ستنتهي خاسر أو رابح ولكن سيكون هناك تسوية ما في القريب يعني خلال السنة المقبلة خاصة لربما مع الانتخابات الأمريكية ولربما عودة ترامب فأعتقد أن هذه الحرب هي نهايتها مع نهاية هذا العام فبالتالي النمسا بدأت تعزف على ماذا يا سيد الكريم على وتر التسوية السلمية السلام هي تريد الأوكراني وتريد الروسي النمسا لها مصالح عميقة جدا الغاز الروسي يا سيد الكريم ما زال لغاية اليوم يصل إلى النمسا بنسبة لا تقل عن تسعين بالمئة نعم البوضوع ليس لعبة ترجمة نانسي قنقر